اهلا وسهلا يا شباب كيفكن كيف اموركم ان شاء الله كلها تمام اليوم رح نحكي على مسلسل البيئة للتايلندي الجديد الحب الوسيطي اللي بتكون من 8 حلقات متبلش القصة مع الورد الحلو والنطيف جيد جيد بتكون مشكلة حياته انه هو في الوسط باي شي في مدرسته حاصل على درجة مستوسط مع اخوانه هو الابن الوسط مع اصدقاء دائما توسط لهن بعلاقات مع اي حدا ببساطة جيد بتكون حياته الرومانسية سفر تقريبا لانه اي حدا بتقرب من جيد بيكون بس متقرب منه لحتى ياخذ رقم احد اصدقاءها اللي حلوين ولا رقم احد اخوانه لانه هو واقع في الحب فهون جيد بيقول لنفسه انا بس وسيت لالهون وما راح يحبني اي حدا لكن شنو بيصير لما باحد الايام بيجي طالب لحتى يتدرب في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها جيد وبيكون متدرب زحس ايده لجيد فهون بلاحظ جيد انه هذا الطالب اللي اسمه ماي بيتقرب منها كتير لكن في نفس الوقت بيضل طول الوقت يبص على صديقها لجيدي اللي اسمه يويا او نويا شي اللي بيخلي الجيد يقول لنفسه شكله هاد الولد كمان رح يطلب مني انه انا اخليه يكسير حبيب لصديقي فهون بيفقد الامال كليا لكن فجأة ماي بيصير يتقرب منه لجيد كتير وبيتبت لا اشي تاني صح انه جيد شايف انه ماي طول الوقت بيبص لصديقها يويا لكن هو بيبص لها لانه بيغار كتير على جيد لانه بيشوف انه يويا وجيد متقربين كتير لبعض هنا لبعض من غيرته دائما بيظل يبص لها كأنه بيضي يقتله لكن جيد بيفهم بصاتها بطريقة تانية لكن هون جيد لما يشوف انه ماي متقرب منها كتير بيبلش انه يحس بشوية حب اتجاهها او بيبلش انه هو يوقع في الحب اتجاهها لكن بيكون عندها كمان شوية حزن لانه بيفكره ما تم بأحد اصدقاءه وبيكون جيد طول الوقت اهبل ما يفهم ابدا تلميحاته لا ماي للحب او انه هو بيحبه الشي اللي بيخلي ماي يروح ويقول لا يا حبيبي يا جيد انا بحبك ويحطى قدام الامر الواقع مع هذا الشي ضعف شخصيته لا جيد ما تخلي ابدا يصدق حبه لا ماي الشي اللي بيخليه نمر ببعض اللحظات الحلوة واللطيفة وكمان ببعض الاشياء السيئة لكن في النهاية بيصيروا مع بعض هون البعض ومتكون في كتير كوميديا ما بين ماي وجيد خصلا انه جيد هو اصلا بطبيعته كوميدي كتير فخلينا اقول لكم انه هاد المسلسل راح يكون كتير حلو اكيد راح نشوف فيه كتير لقطات ساخنة ورومانسية وجنونية كمان وكوميديا كمان لانه نفس الشركة هادي تبع مسلسل الحب الوسيط انتجت من قبل ثلاث مسلسلات بجن انه حصلوا على يعني شهرة كتير كبيرة خصلا للناس اللي بيحبوا البيئ الاول مسلسل اللي هو الشقي الفاتن شوفنا كلنا قديش الناس حبوه وقدرش حصد من متابعين ومن اعجابات ويعني تصدر مواقع التواصل وكمان مسلسل ايها الجميل اللي كل الناس حبته بطريقة جنونية واكتر مسلسل ساخن اللي كل الناس حبته هو صديق السرير فنفس الشركة سبع هاد المسلسلات الناجحين الثلاثة هي اللي انتجت هلا مسلسل الحب الوسيط فرح نتوقع اكيد لقطات ساخنة لطيفة جنونية وكمان شوي تحزن مو كتير المهم يا شباب لو بدكن تشوفوا هذا المسلسل راح تلاقوا بصفحتنا على الفيسبوك ما تنسوا تتابعونا على التك توك والانستجرام واهم اشي على الفيديوهات القصيرة على شورتس لانه نحن بننزل دائما الفيديوهات ساخنة وحلوة وما تنسوا اوضا تتركونا لايك بارح تخسروا شي يا بنات لانه الناس اللي بتتركونا لايك اكثر يتون اجانب يعني من الفلبين سايلاند الهند روسيا هدول الفئة هم اللي بتركوها يعني شون بنقول لايكات اكتر المهم فلزبنا منكم انكم كمان يعني العرب بتظهروا لنا دعمكم وتتورونا انه انت بتحبوا البيئيل كمان مش بس اني توفوا الاشي وتتجاهلوا مهم يا شباب ديروا بالكم عن حيالكم بحبكم كتير وما تنسوا انه كمان راح ننزل لكم هاي الايام ملخص لحلقات كاملة من الاول لالنهاية باي باي